تظن أن القوة محصورة في البنيان القوي والعضلات المفتولة بل أهم من ذلك قوة الروح ومضاء العزيمة وعلو الهمة ومن أصحاب الهمم العالية أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب الخزرجي النجاري كان من نجباء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في داره لما هاجر إلى المدينة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الطابق السفلي لأنه أرفق به لكثرة زواره فقال له أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل فأقام عنده شهرا حتى بنى المسجد النبوي ومساكنه حوله ثم تحول إليها وكان أبو أيوب من الفرسان المجاهدين شهد بدرا والعقبة والمشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه علي بن أبي طالب على المدينة لما خرج إلى العراق ثم لحق به أبو أيوب وشهد معه قتال الخوارج وكان على مقدمة جيشه يوما نهروان وكان لا يعذر نفسه في القعود عن الجهاد رغم كبر سنه فيقول قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا فلا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلا ورحل من المدينة إلى مصر في طلب حديث واحد فلما وصل إلى عقبة بن عامر في مصر قال له أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مؤمنا في الدنيا ستراه الله يوم القيامة فقال نعم فكبر أبو أيوب وحمد الله ثم انصرف وغزى القسطنطينية مع الجيش الذي بعثه معاوية تحت إمرة ابنه يزيد لكنه مرض فزاره يزيد وسأله ما حاجتك قال حاجتي إذا أنا ميت فاركب ثم اسعى في أرض العدو ما وجدت مساغا فإذا لم تجد مساغا فادفني ثم ارجع فتوفي ففعل الجيش ذلك ودفنوه بالقرب من القسطنطينية رضي الله عنه وكانت وفاته سنة خمسين أو إحدى أو اثنتين وخمسين وصلى عليه أمير الجيش يزيد بن معاوية